السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في فيديو جديد مع معادلات ديناميك الرأي الجديدة فيديو رقم 4 طبعا الفيديو ده والأمثال الموجودة فيه تصلح فقط لمستخدمي اوفيس 365 او مايكروسوفت 365 لو انت على اي اشتراك تاني من اشتراكات اكسل مش هدل تستمتع او تستخدم المعادلات بتاعت ديناميك الرأي ولا اي حاجة من الفيديو ده ولكن طبعا ممكن تاخد فكرة ان ده اللي جاي ده المستقبل فكويس قوي ان اتاخد عنه فكرة حنشوف الفيديو ده ازاي ممكن تعمل جدول محوري خاص بيك باستخدام معادلات ديناميك الرأي حاجة شبه اللي موجودة في الصورة اللي قدامنا دي تعالى نتفرج عليه بشكل طبيعي على الاكسل زي ما انت شايف ده الديتا الاصلية ده السورس ديتا مبيعات يومية حوالي خمس تلاف لاين موجودة في اربع اعمدة وده المنتج النهائي تقرير زي ما انت شايف للمبيعات ولكن عندك الريجن موجودة بالعرض في الاعمدة وعندك المنتجات موجودة في الروز وعندك هنا التوتلز بتاعتك كلها موجودة هنا ممكن تختار الكاتيجري من الدروب داون لو قلت له مثلا اختار اكسيسوريز هتلاقي الجدول بتاعك بيتمدد عدد السطور اختلف ومع ذلك التوتل موجود في مكانه موظبوط والفلتر بتاعك شغال بشكل هايل اختار حاجة تانية ولتكن كلوزنج تاني بيتمدد معاك والدنيا كلها شغالة كأنك بالزبط واقف على الجدول المحوري كل دا مبني باستخدام معادلات دايناميك اري ازاي عملنا التقرير دا باستخدام المعادلات اللي موجودة هنا سيكونس وسورت ويونيك وفيلتر اتكلمنا في فيديوهات السابقة عن يونيك وسورت وسيكونس النهاردة هنضيف لهم فيلتر هيكون لها بعد كده تفصيل اكتر في فيديوهات جاية ولكن هنعدي عليها بسرعة النهاردة مش دول واحدهم استخدمنا معاهم معادلات من العادية بتاعتنا ده سام افس وترانسبوز واف وكاونت وكاونت اي وكمان هنعمل كونديشنال فورماتينج عشان زي ما انت شايف كل ما بيتغير الطول بتاع الجدول الفورماتينج بتاعنا بيتغير بشكل تلقائي وحنشوف ديتها في راديشن بشكل جديد عشان نقدر نعمل الدروب داون اللي كانت موجودة وإحنا بنختار الكاتيجري يلا نبدأ مع بعض بسرعة اول حاجة محتاج اعمل الدروب داون مينيو اللي هاختار منها الكاتيجري بتاعي فطبيعي اول حاجة محتاجها محتاج ان انا اجيب يونيك لست من الكاتيجريز اتعلمناها في فيديوهات اللي قبل كده هستخدم معادلة يونيك هقف على اي حتة فاضية وحبدأ اكتب معادلة يونيك اول حاجة equal un i q ادي كلمة يونيك موجود فين الليستة موجودة في التابل زي ما انت شايف حرك في كاتيجري لو علمت على الهادر زي ما انت شايف بالسهم الاسود دا وعملت one click هتلاقي على طول اسم الليستة او اسم الكولوم مكتوب بعديه على طول او قبليه على طول اسم التابل كل محتاج اعمله اقفر القوس ودوس enter هيبع عندك على طول يونيك لست باسامي الكاتيجريز اللي موجودة في الكولوم اسم الكاتيجري زي ما انت شايف مش مترتبة اتعلمناها برضو قبل كده ممكن اقف قبليها واكتب sort احطها جوه معادلة sort واقفر القوس في الاخر ودوس enter بقت القائمة مترتبة كده مفيش مشكلة اقدر استخدم القائمة دي جوه data validation علشان اختار الكاتيجري بتاعي ممكن اروح على data ومن data اروح على validation والمرة دي هختار له بدل any value هختار list والlist بتاعتي موجودة هنا ممكن على طول اروح اختار الليستة زي ما انت شايف سبنعملها عطول سهلة جدا وكده هتشتغل بشكل كويس ولكن طرح انا شغال في dynamic array فمش لازم اكتب الليستة كلها او اختار الليستة كلها كفاية قوي ان انا اقول له s4 اللي هو اول line او اول سل موجودة في الليستة دي فممكن نكتب على طول باداية s4 وبعديها hash الhash دي لوحدها هتفهم ان انا عايز كل اللي موجود في ال spelled array اللي موجودة في s4 لو عايز تفهم اكتر ازاي الhash دي بتشتغل ممكن ترجع للفيديو الاول من السلسلة احنا شغالين فيها دلوقتي بتاعته dynamic array وهتلاقي اللينك بتاعه موجود دلوقتي لو دست على السهم ده وبعدين قلت اوكي بص كده على طول هتلاقي drop down menu بتاعك شغالة بتاعي نكتب قابليها كلمة category وبعد كده ممكن اعمل formatting سريع الخطوة اللي بعد كده محتاج لستة بالproducts طيب موجودة فين الproducts موجودة قدامة كهو في الكلوم اللي اسمه products في نفس table اللي اسمه sales pt ازاي قدر اعمل كده المرة دي محتاج استعمل معادلة filter ليه لاني محتاج لستة بالproducts بس مشكلة الproducts عايز الproducts اللي موجودة في الكاتيجري اللي موجودة عندي في السلق اللي اسمها i4 عشان لما اختار اغير هنا هو selection بتاعي قائمة الproducts بتاعتي كمان تتغير فازاي ممكن اعمل كده زي ما قلنا عن طريق معادلة filter تعاني نكتبها على طول بسرعة equals filter 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 وبعدين tab طلب منك ال array انا عايز اعمل filter لايه عايز اعمل filter للproducts تعاني نختارها على طول بالسهم زي ما قلنا المرة اللي فاتت ادي اول حاجة كما طلب مني ايه بعد كده محتاج مني include include what افالتر على ايه بالزبط انا المرة دي محتاج افالتر على column تاني اللي هو بتاع الكاتيجري فممكن اختاره بنفس الطريقة هيكتب لك اسم table وبعد كده ال field اللي اسمه category بعد كده اقوله لما يساوي واروح اختار ال i4 زي ما انت شايف حضرتك كده اهو كده كان يقوله بالزبط لو سمحت عايز list the products اللي موجودة في ال table ده لما اللي موجود في الكاتيجري اصاده في الكاتيجري يساوي اللي موجود في السل اللي اسمها i4 وانتعال نقفل القوس ونعمل enter حصل filtration للtable ولكن طبعا هتلاقي قائمة طويلة جدا فيها يمكن 800 line او حاجة زي كده ليه لانه جاب لي كل الاحتمالات اللي موجودة في ال table وجاب لي كل التكرارات معاها لاني استخدمت معادلة filter طب لو انا عايز بس تكون قائمة فريدة او unique list بالمنتجات اللي موجودة في بايكس فمحتاج احط قبل filter معادلة unique فحقف قبل معادلة filter وقت ب you in i q واعمل tab مش محتاج حاجة خالص غير ان يقفل القوس في الاخر واعمل enter بص كده حضرتك جاب لي قائمة بس بالمنتجات اللي موجودة او products اللي موجودة في الكاتيجري اللي اسمه بايكس تعالا بعكها نختار مثلا accessories هتلاقي الدنيا تتغير معاك بشكل dynamicي رائع جدا من غير اي مشاكل طيب ايه تاني بعد كده محتاجين زي ما انت لو تفتكر في ال table اللي ورتهولك في المثال محتاج انا احط ترقيم عدد products طبع ممكن اعملها ازاي ممكن اعملها عن طريق معادلة sequence طيب عشان تفضل شغالها معايا بشكل dynamicي اسهل طريقة ان انا اخد المعادلة اللي موجودة هنا زي ما هي واعمل لها copy واروح في الكولوم اللي قابليها عطول الاسمه جي واروح اعمل paste ولكن قابليها هعمل حاجة ظريفة اوي هعمل معادلة count بس اخد بالك انا بعمل counting او بعمل عد لقيم نصية او لتكست فما ينفعش count محتاج count a وبعد كده ممكن اقفل القوس ونشوف ايه اللي هيحصل لو اعملت كده هيدي لك قيمة واحدة بس اللي هي عبارة عن العاد اللي موجود هنا طيب عشان احول ده الى sequence ماشي لغاية تحت هستخدم معادلة sequence فقبل معادلة count ايه هكتب sequence وادوس على tab واقفل برضو القوس في الاخر وادوس على enter زي ما انت شايف حالك ده اهو عمال لي count من واحد لغاية ستة لو غيرت بعد كده اطوله مثلا components المنتجات اتغيرت وكمان الليستة كبرت بقت من واحد لغاية سبعة محتاج ايه كمان عشان اكمل الشكل بتاعي محتاج اجيب لستة unique list من ال regions واحطها بالعرض هنا اهو في الاعمدة خلاص فهمناها سهلة هنستخدم معادلة unique equal uniq واعمل tab اختار ال region بسرعة اقفل القوس enter نزلت لي لتحت جنب بعض طيب اول حاجة خلينا نمشي خطوة خطوة محتاج ارتبها فهمنا على طول ازاي قبل unique هعمل sort و tab واروح اقفل القوس من الناحية التانية وادوس enter كده بقت القائمة sorted طيب عايزها بالعرض بسيطة قبل sort ممكن استخدم معادلة transpose اقفل القوس enter ده اللي احنا محتاجينه بالظبط عايزين لست ال regions تمشي معايا بالعرض عندي اربعة regions alex cairo canal delta وفي الاخر اكيد هحتاج اعمل total ممكن اكتب باداية total هم اربعة region مش هيتغيروا فبالتالي ممكن اكتب وراهم كلمة total عشان هنا هيكون في total طيب ايه اللي فاضل فاضل انا املى التقاطع اللي موجود بين الصفوف والاعمدة اللي هي ال detail اللي هتكون موجودة في النص وبعد كده ابني total وبعد كده افكر ازاي هعمل total اللي تحت ويكون بشكل ديناميكي زي ما شفناه في المثال اللي وردته لكم طيب اول حاجة عشان ابدأ افهم excel اللي انا محتاج اعمل اطلع data من جوة ال table ده طبعا لnet sales فاكيد هستخدم معادلة sumifs يلا نبدأها على طول مع بعض equals sumifs tab اول حاجة sumrange تعالي نكتب كده بادينا احنا قلنا table اسمه sales pt square bracket عشان اختار sumrange اللي هو هيكون في ال column بتاع net sales ابدأ اكتب net sales ادي ال column اللي انا عايزه اعلملي على طول على net sales ده sumrange تاني حاجة محتاج criteria range او criteria اكيد هتكون المنتج فهاختار نفس الكلام من نفس ال table sales pt افتح square bracket وابدأ اختار المرة دي محتاج ال product pr هو بدأ اكتبلي product tab واقفل اعلملي على product الكريتيري الاوانية موجودة فين موجودة في ال column اللي اسمه h والرو اللي اسمه 7 فممكن اختار على طول وبدل ما اختار وانزل لتحت ممكن اختار وانزل لتحت لو عملت كده هيكتب لي h7 هاش زي ما اتفقنا نفس الطريقة بالضبط اللي عملناها واحنا بنعمل ال validation كده فهم ان انا محتاج اعمل وعايز كل القيم اللي موجودة في ال spelled array اللي بدأ في h7 خلاص انا كده تمام criteria range 2 هتكون اكيد متعلقة بال region فنفس الكلام انا محتاج ال table اللي اسمه salespt هفتح square bracket محتاج ال column اللي اسمه region ممكن انزل بالسهم واختاره وعمل tab واقفل square bracket زي ما انت شايف بالاخضر اعلملي على ال column اللي اسمه region criteria موجودة فين موجودة في h6 ممكن اكتبها باداية h6 وبعدين وراها hash لما حط الhash هو automatic اللي حيفهم برضو انا محتاج كل القيم اللي موجودة في ال spelled array اللي بدأ من h6 انا كده جاهز لو قفلت بص معايا اللي حيحصل هتلاقي السم افس حصل لها expansion بالطول وبالعرض ومالت كل ال data بشكل سليم مية في المية محتاج اعمل شوية formatting ممكن انزل تحت شوية لانه زي ما انت شايف ممكن القائمة تكبر مني شوية تعالك انا نجرب نغير ال category ونشوف ايه اللي بيحصل لو غيرت المعادلة شغالة معاك والامور ماشية بشكل هايل اول حاجة نعملها عايزين نعمل total بتاع ال rose لانه سهل شوية ازيه ممكن اعمله نفس الطريقة طبعا لو قلتلي اعمل sum عادية اتوجدك مشكلة ان انت لما يتغير size بتاع ال table هتلاقي محتاج كل مرة تروح تمسح او تضيف طبعا ده مش اللي احنا عايزينه عشان كده هنعملها برضو بsum if او بsum ifs equal وحبدأ اكتب sum ifs وبعدين tab sum range هو هو ال net sales اللي موجود في ال table اللي اسمه sales pt square bracket ن اي عشان net sales تجلنا بسرعة اقفل square bracket المرة دي انا عايزي total بتاع ال product كله على بعضه فمحتاج criteria واحدة بس نفس الكلام موجودة في sales pt افتح ال square bracket المرة دي محتاج ال product ويقفل square bracket والcriteria هتكون موجودة في h7 هاش انت كده تمام اقفل قوس و enter و جابتلك الدنيا مظبوطة جرب كده تشيك على total تمام مظبوط وماشي مية في المية جرب تغير هات مثلا اكسيسوريز بتكبر معاك الليستة والtotal بتاعك في كل الاتجاهات مازال مظبوط طيب فاضل اخر حاجة عشان اكمل عملية ال pivot table ويكون شغال معي كويس ان انا ازود total row هنا طبعا دي مش سهلة لان المكان عمان يتغير يطلع وينزل فانا محتاج دايما يكون اول row فاضي هو اللي فيه total طيب تعال نجرب نعمل كده ونشوف ممكن تشتغل ازاي تعال نقف في حتة فاضية هنا احنا عايزين اول حاجة نكتب كلمة total تعال نشوف كده condition لو عملناه نفهم فين المكان الفاضي ونكتب فيه كلمة total ممكن اعملها ممكن استخدم معادلة count هروح اعمل اكتب equal واعمل count واعمل عد ال array اللي موجودة هنا في g7 فهعلم عليها واعمل hash pound خلاص احنا فهمنا hash pound وعيفنا زي بتشتغل وهقفل القوس ودوس على enter الداني كام الداني 6 طيب لو انا جيت بعد كده قولت له حواليها او قابليها قولت له sequence زي ما عملنا قبل كده في الليستة الاولانية لو جيت قولت له هنا sequence ويقفلت القوس من ناحية التانية حيعمل لي عد من واحد لغاية ستة زي ما انت شايف طيب ما هو اكيد من واحد لستة اصاده مليان فانا عايزه يكتب لي من واحد لسبعة عشان اعرف ان السبعة دي بعد كده اكيد فاضي لان لسه ابتخلص عند ستة فالسبعة اكيد اصادها فاضي فزي اعمل كده حي عند count من جوه كده sequence وبعد count اقول له plus one وادوس enter في اي وقت حيبعدين ستة منتجات حيبقنا في سبعة طيب لو هنا في منتجات اكتر او قلت نغير خد البايكس هم اربعة حتينا بديك لغاية خمسة طيب لو عايز احول من واحد لخمسة دور بدل ما هم values عايز احولهم ل true او false عشان احولها ل true او false فحرجع هنا هاسأله سؤال واقول له هل انت اكبر من بس هحط علامة اكبر من وحرجع تاني استعمل function count والمرة دي برضو هقول له count اللي موجود في G7 واحط بعديها هاش بس خد بالك المراني مش هجمع واحد انا جمعت واحد في اول مرة عشان يديني true في اخر line زي ما حكشف بالزبط اداني كله false وفي الاخر true طالما عندي true و false ممكن استخدم معاهم معادلة F بممتهى السهولة تعال اقفل اول هنا هو وتعا نكتب نقول له if وهسألك سؤال في logical test لو دوست logical test خلاص ده اللي طالع من المعادلة اللي كتبناها بتاعت sequence وcount واكبر من count فاللي طالع منها ده حضرتك لو حصل وكان true let's say عايزك تكتب لي كلمة total ولو الكلام ده false لو سمحت ما تعملش اي حاجة فحقفل القوس ودوس enter بص ايه اللي حصل false 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 وبعد كده total معنى كده لو خدت المعادلة دي وده تدخلها جوه المعادلة اللي كنت كتبه هنا بتاعت unique وفلتر هقدر اكتب total دايما كاخر كلمة موجودة في اللستة دي تعال كده نجرب ونشوف انا هاخد الif statement دي كلها على بعضيها زي ما هي ctrl c وبعدين هروح هنا زي ما حراك شايف اول سال في اللستة اللي موجودة في h7 وحروح قبل unique وقوله ctrl v وتعال نمسح القوس اللي افلنا بيه الif ونعمل مكانها كاما فكده كأني بقوله ايه logical test هو موضوع بتاع sequence وcount مع بعض لو طلعلك true لو سمحت اكتب لي كلمة total ولو طلعلك false اعمل لي معادلة unique وفلتر اللي كنا عاملينها في الاول خالص وفي الاخر خالص محتاج اقفل القوس بتاع if ودوس enter بص معايا ايه اللي حصل كتب لي في الاخر كلمة total بالشكل اللي انت شايفه ده طب تعال نعيد نفس المعادلة تاني بس المرة دي بقى انا عايز اشوف ايه المناسب احطه تحت الريجنز هنا في التوتل بتاعت الريجنز فتعال ناخد copy تاني من المعادلة دي هاخش جوال formula bar ctrl c وحروح على القلم اللي جنبه وكنترول v ودوس enter تعال بقى نغير بدل توتل دي اعايز اعمل حاجة مختلفة تفتكر ازاي ممكن اجيب التوتل بتاع الريجنز نفس الكلام ممكن استعمل some ifs بس المرة دي هكون عايز two conditions الكوندشن الاول total بتاع الكاتيجري ده اول condition اللي موجود عندي في i4 وبعد كده الكوندشن التاني هو total بتاع الريجن يعني الريجن مع الكاتيجري الاثنين مع بعض هنعمل كده ازاي زي ما اتفقنا لازم اغير في اول سطر في المعادلة في اول الليستة خالص وبدل كلمة total دي هنبدأ نعمل مكانها some ifs تعالى نكتب ال some ifs مع بعض هعلم على total بالكامل وابدأ اكتب معادلة some ifs tab ال some range اتفقنا موجود في sales pt الكلام اللي اسمه net sales وقف ال square bracket اول حاجة criteria range 1 تعالى نبدأ بالكاتيجري الكاتيجري في الحالة دي حيكون موجود في نفس التابل اللي اسمه sales pt نختار نفس التابل المرة دي column اللي اسمه category criteria 1 هتكون موجودة في i4 ممكن اختارها على طول بالماوس تعالى نشتغل على criteria الثانية criteria range اللي موجود في نفس التابل sales pt افتح ال square bracket واختار ال region if square bracket والcriteria المرة دي موجودة فين موجودة في i6 وهنحط بعديها hash عشان يفهم ان انا عايز arrange بالكامل واقفر القوس بتاع some ifs ودوس enter زي ما انت شايف عمل لي جدول بالكامل كله false معادة اخر رو خالص موجود في totals فمعنى كده ان انا لو خدت المعادلة اللي موجودة هنا بالكامل وروحت بيها نفس الكلام بالزبط اللي انا عملته عشان اكتب كلمة total وروحت بيها هنا في top corner بتاع the spelled array اللي فيها الارقام اللي جوه ال table وقبل some ifs اللي في الاول دي بالراحة كده اكتب كونترول v وبعد كده امسح القوس بتاع if وحط مكانه كاما تعال كنا نقرأ المعادلة لو دوست على logical test اهو logical test بتاع sequence و count عشان يديني false او true لو value true اللي هيحصل هيعمل لي الجزء اللي موجود تحت في total اللي احنا نحن نقلله copy دلوقتي حالا ولو value if false هيعمل ايه هيعمل الجزء اللي موجود في النص قبل total فاضل اقفل القوس بتاع if ودوس enter انا كده دخلت المعادلتين في بعض وبقى عندي زي ما حاجة شايف كده هو ال data اللي موجودة جوه وعندي total موجود في مكانه تعال نجرب نغير selection حط accessories ايه اللي هيحصل هيحصل expansion للتابل وكل حاجة ماشية تمام فاضل لي اخر حاجة بس ان انا ازود total التوتل اللي موجود في ال corner بنفس الطريقة تعال ناخد copy من المعادلة دي بنفس الحكاية بالزبط ونروح نقف هنا ونشوف هنعملها ازاي control v انا عايز مكان total اعمل برضو sum if بس المرادة sum if بكرتيريا واحدة انا عايز grand total بتاع الكاتيجري على بعضه فحقف على اول المعادلة فوق خالص وابدأ اكتب مكان كلمة total هنا ابدأ اكتب ال sum ifs بتاعتي sum ifs وبعدين tab sum range هو هو نفس الكلام ممكن اخده من ال table اللي اسمه sales pt net sales اقفل square bracket criteria range 1 هو كراتيريا واحدة بس هتكون موجودة في نفس ال table ولكن في ال column اللي اسمه category تعال نكتب سكوير براكت ونكتب category if وبعد كده كاما الكراتيريا موجودة فين حضرتك موجودة في i4 عشان كل ما غير selection بتاعي يشوف total الجديد اعتقد المعادلة كده كويسة محتاج بس اقفل قوس بتاع if ودوس enter تعال كده نشوف تمام جابلك grand total هنا اللي هو حوالي 19300 شوف كده جمع الديتا كلها من غير total 19320 اعتقد ده مزبوط نفس اللي عملناه محتاجة اخد copy من المعادلة كلها من اول ال if control c واروح هنا في total وقبل sum ifs control v وحرجع تاني اشيل القوس بتاع if من هنا عشان اعمل مكان وكاما تعال نقرأ المعادلة logical test نفس logical test ما تغيرش value if true لو سمحت اعمل لي جمع لي product بس لو value if false لو سمحت اعمل لي grand total اللي موجود هنا نقفل القوس بتاع ال if وندوس enter انت كده ال table بتاعك شغال تمام مش محتاج كل المعادلات اللي موجودة هنا ممكن امسحها تعال بقى نجرب نغير في ال table bikes totals تمام و tool tool table بيتغير accessories بيتمدد معاك و total في موجودة في مكانها وعندك في corner grand total بتاع ال اتنين مع بعض اعتقد hail ماشية بشكل رائع تعال بقى اخر خطوة خالص نشوف موضوع conditional formatting تعال نبدأ نختار arrange كله وننزل تحت اكتر حتة محتمل ان يوصل لها القصة دي وتعال بعد كده نروح من ال home ribbon على conditional formatting واختار new rule من new rule هختار تاني option اللي هو format only cells that contain من format only cells with هبدأ اختار من drop down حاجة اسمها no blanks وحقول له لو سمحت لما يكون اي سيل من دول مش blank اعملي حبة formatting حدوس على format وحقول له لو سمحت روح على border ومن border هختار border المناقة ده واقول له outline وادوس على ok اوكي مرة كمان كده تمام اي تغيير هعمله هيحصل تغيير لل formatting زي ما انت شايفه هو ال table بيكبر وبيحصل تغيير لل formatting ممكن اجي هنا القرم ده مش هيتغير ممكن اعمله formatting ثابت اعمله centered واختار له لون فاتح شوية واعمله bold كده قربنا قوي فاضل انا اعمل formatting لاخر line وعايزك بقى تركز معايا عشان محتاج نعمل لها برضو معادلة زي اللي عملناها عشان نفهم فين المكان اللي هيكون اخر line اعرفه فين اخر line فطيب اخر line ده ايه خصائصه خصائصه ان هو عبارة عن numbers السطر كله في numbers والسطر اللي وراه هيكون فاضي فازاي ممكن اعمل كده لو جيت سألته سؤال وانت له حضرتك is number دي function اسمها is number وحروح اختار ال line كله على بعضه كده هو واقفل القوس ودوس enter فحيقول لي اه true زي ما انت شايف جاب لي true لغاية الاخر مفيش اي مشكلة طيب عايز اسأله سؤال كمان هل اللي بعديك blank طب عشان اسأله سؤالين في نفس المكان محتاج احط قبلها كلمة and عشان استخدم function بتاعت and وبعين اعمل comma ال condition التاني هستخدم is blank function اسمها is blank بس اسأله هال حرك بلانك بس انا هسأل السؤال لل line اللي بعده فهختار line اللي بعده بالكامل وقال له حرك is blank واقفل القوس بتاع and ودوس على enter فقال لي لا false لما two conditions دول مع بعض قال لي false طب تعاني اعمل copy واحنا نزدين كالغاية الاخر ايه اللي حصل فضل يكتب لي false لحد السطر الاخير وكتب لي true وبعد كده رجع تاني يكتب لي false معنى كده ان انا ممكن استخدم المعادلة دي جوة ال condition formatting ممكن اروح اخدها copy زي ما هي كده بالزبط وقول له control c واختار ال column الاولاني اخد بالك لازم اختاره من فوق لتحت عشان ال active cell تكون موجودة فوق وهختار برضو لتحت شوية كده وليكن لغاية row number 20 واروح على condition formatting واقول له new rule المرة دي هختار اخر واحدة تحت use a formula وهاخد paste من الفورملا اللي لسه عمل لها حالا copy وبعد كده اقول له format عايزه يعمل ايه؟ عايزه يعمل fill خليه نفس الكلام الرمادي الخفيف والفونت المرة دي برضو عشان يبقى شابه ال header اخليه bold وادوس على okay مرتين هتلاقي زي ما انت شايف عمل اللي انا عايزه align بتاع total او اخر حاجة في total خليها لك bold وعمل عليها shading باللون الرمادي الفاتح محتاج اقرر نفس الموضوع ده في كل columns فضلك تعمل condition formatting لل headers بتاعت ال rose ودي كمان تبقى bold وراها shade لون رمادي المعادة دي مش تنفعك لاني بسأل is number وبعد كده is blank لكن لو خدت منها copy هي هي بالزبط في الصف اللي بعديها وغيرنا بس selection وبدلا ما المعادلة الاولية اسمها is number ممكن نستبدلها بمعادلة اسمها is text ونفس السؤال اللي سألناه بالزبط هيكون هو هو ولكن بقوله هل انت text واللي بعديك blank اول واحدة هيقول لي false تعال نجرب نشد لغاية الاخر هتلاقيه بيقول لك كله false معادة الصف اللي فيه total بيديلك true يبقى هي دي المعادلة اللي انا محتاجها عشان احطها جوه control c المعادلة تعال نختار الكولوم الاولاني طبعا زي اتفقنا لازم نطول بعدي شوية عشان بعد كده ممكن اكسباند مننا هنروح مثلا لغاية عشرين conditional formatting new rule اختار use a formula وي control v في الحتة بتاعت الفوملة ونفس الفورماتينج هو هو بالزبط كده زي ما انت شايف الدنيا بقت تمام التوتل رو كله اتلون تعال نشيل معادلتين دول خلاص مالهمش استخدام حاليا وتعالا بقى نجرب ال pivot table بتاعنا ادي ال categories اختار accessories كل حاجة شغالة معاك تمام الفورماتينج وال totals اعمل check على اي total هتلاقيه مظبوط اختار components ويرجع يطول معاك تاني وال totals معاك شغالة بشكل رائع الفيديو الجاي هنتكلم على معادلات جديدة من معادلات ال dynamic array هنخش اكتر في معادلات filter بعد كده نتكلم على x match وعلى x lookup قبل ما سيبك لو لسه مصعدش في القناة وصح تشترك واعمل لايك للفيديو لو عجبك واسب لي تعليق وشكو في فيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته